الحمل دي نعمة وآيات محتاج منا لرعاية في الصبر ما تعبوهته الحمل دي نعمة وآيات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل السيدات وكل الأنسات كل الأمهات وكل البنات كل الجدات وكل الحفيدات يا كل الأخوات لكم مني أرق وأطيب التحيات في المعدة بالذات يتجدد معكم اللقاء ولله الحمد والمنا منذ سنوات لنتلقى منكم الاتصالات ونجيب على كل التساؤلات وبإذن الله تعالى نحل كل المشكلات نقدم الجديد والمفيد والسعيد في مجال علم أمراض النساء والتوليد لكل من ترغب في حدوث حمل جديد ولكل من تنتظر حدث سعيد ولكل من رزقت بمولود جديد هنا بإذن الله تعالى هتلاقي نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة وعد إن ده أكيد في انتظار اتصالاتكم وتليفوناتكم وتساؤلاتكم على أرقام البرنامج التي يتكرر ظهورها عبر الشاشة أو يمكنكم التواصل عبر رسائل اسم اس أو عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك وأشكر لحضراتكم إطراءكم والكلام الجميل اللي تقال على الحلقات السابقة ويبدو أن الحلقة السابقة بالذات وكأنني لم أقدم حلقات قبل كده حازت بقبول وبإعجاب وناس كتير قالت إنها مفصوطة جدا من الحلقة ومن المادة العلمية والمادة الف المية اللي فيها ربنا دايما يجعل لنا القبول ولو إن الحقيقة كل الحلقات فيها مجهود وفيها إعداد ووراها كلام علمي ومؤثر لكن لأن هذا الموضوع موضوع ساخن وموضوع حديث وموضوع الكلام فيه كثير والحقائق فيه قد تكون صادمة ومريرة فهو يستدعي ويسترعي انتباه السيدات وبناء على هذا قررت إن أنا أستكمل الحلقات دي ونمتد فيه الكلام بتاعنا عن المخزون لفترات أطول شويتين ثلاثة وزي ما قلنا لحضراتكم إن إحنا بنستعرض الفيديوهات اللي بتتكلم على المخزون فإذا كان أول فيديو معنا جاهز فنبدأ به ونعلق من خلاله على مخزون المبيض من البويضات اللفظ الصادم للسيدات المتأخرات عن الحمل بالمناسبة زي ما حقول في الحلقة دي وفي حلقات قادمة أنه ليس صادما لسيدة غير متأخرة عن الحمل بمعنى إن فيه ستات كان عندهم مخزون أليل وتجوزوا وحملوا لأن المخزون القليل لا يمنع حمل لكنه حتمي في السيدات اللي متأخرات عن الحمل والسيدات اللي حيحتاجوا زي الفيديو ما كاتب كده fertility treatment أي ستة ستحتاج إلى تنشيط للطبويض وعلاجات لحدوث الحمل فتقييم حالتها شيء مهم جدا أن يتم تقييمها عن طريق تحليل هرمون الAMH يبقى هرمون الAMH أو مخزون المبيض من البويضات هو فحص يجرى للمتأخرات عن الحمل أو السيدات التي ترغب في تأجيل الحمل لأنه يشير إلى فرص السيدة في حدوث الحمل محدش قال إن المخزون القليل معناه أن السيدة لن تحمل زي ما انت شايفين كده دي بويضات كل البويضات ما تبقى أكتر كل ما المخزون يبقى أعلى ومش بس المخزون عندما يقل معناه قلة عدد البويضات اللي موجودة داخل المبيض لكن قلت جودتها وكفائتها وبالتالي احتمالية تخصبها ده التحليل بتاع المخزون وهو رينج رقم من رقم قليل قوي من 7 من 10 موجودة قدامكم على شمال الشاشة لأرقام مرتفعة قد تصل إلى 3 أو 4 نشير الاسترابة عشان نشوف بأوضح وبينهم رقم طبيعي تماماً اللي هو الرقم تقريباً ما بين 1 لـ 2 وأعلى من 2 آه هنا بيقول لما يبقى الأرقام قليلة شوية ممكن ناخد تنشيط للطبويد ونعمل تلقيح صناعي وبالتالي يبقى فيه فرص جيدة لحدوث الحمل وبيقول أهو هيحصل حمل بنسبة عليه لما بتبقى الأرقام قليلة اللي هو رايح ناحية الحاجة اللي على شمال الشاشة اللي هي اللون الأصفر أو البرتقالي ده المخزون قليل تحت الواحد ففرص حدوث الحمل بتبقى قليلة واحتمالية لجوء السيدات إلى الوسائل المساعدة على الإخصاب زي الأطفال أنا بيبقى والحقن المجهري بتبقى أعلى وهو هنا بيقرن لنا بين زوجين زوج على اليمين والشمال والزوجين دول بيقول ده ميستر A وميسس A وميستر B وميسس B حيقرن لنا بقى إن أحد الزوجين دول لما يكون مخزونهم من البويضات قليل ده المخزون لما يبقى قليل كده ده يستلع أهو لما بيتكلم على الشمال إن المخزون قليل يقول الناس دول مش هنديهم فترات طويلة من البحث عن الحمل وحنلجأ للوسائل المساعدة على الإخصاب زي الحقن المجهري بصورة أعلى أما لما يكون المخزون مرتفع زي اللي موجودين على شمال الشاشة فأهو بيجي هنا على يمين الشاشة وبيكتب كلمة time مرور الوقت شيء سلبي جدا في السيدات اللي مخزونهم من البويضات قليل يبقى عندما يكون المخزون من البويضات قليل يجب أن يؤخذ الوقت بعين الاعتبار لأن مرور الوقت ليس في صالح السيدات اللي مخزونهم قليل وهنا بيستعرض لنا بعض المشاكل التي قد تؤثر على المخزون زي السمنة وجد النهم الحاجات اللي بتؤثر على مخزون المبيض من البويضات يبقى لنا الحق العمر ومرور الوقت ده هيؤدي إلى تقليل مخزون المبيض من البويضات بعض العلاجات الكيموية أو الإشعاعية بعض الجراحات التي تجرى على المبيض كل دي حاجات قد تقلل مخزون المبيض من البويضات وبالتالي المخزون لما يبقى قليل هنعمل كل مفوس عنا لمحاولة تحفيز المبيض وتحفيز وتجويد عدد البويضات وتجويد البويضات اللي موجودة داخله يعني هنقول للستات إنها تفقد وزن الستات المدخنات هتتوقف عن التدخين هنعمل غزاء صحي وبالتالي هنحاول نخرج بويضات أكتر كلمة مخزون مبيض من البويضات هنا بيستعرضوا في الهند بيقولوا إن لقوا إن تقريبا أكتر من 10% من السيدات في الهند هيجي لهم سن يأس مبكر قبل سن 40 سنة وعندهم مخزون من البويضات قليل عند سن 27 سنة رغم إن دا المفروض تبقى أعلى خصوبة وبالتالي السيدات اللي مخزونهم من البويضات قليل يجب أن يوضعوا على بروتوكول جيد وبيتكلم هنا تاني على سن 35 سنة وهو السن اللي يجب أن تشعر فيه كل سيدة بالخطر على فرصها في الحمل لأن عند هذا السن بتقل فرص حدوث الحمل نتيجة لقلة طبيعية للمخزون إحنا بنتكلم على مخزون قليل أنه لما يكون المخزون أقل من المتوقع عند سن بدري وبيتكلم كمان هنا على الاندومتريوزيس بيقول مرض بطن المهاجرة وجراحاته من الحاجات المشهور عنها لأنها تقلل مخزون المبيض من البويضات وبالتالي تحليل مخزون المبيض من البويضات هو عينة دم تؤخذ في أي يوم من أيام الشهر وترسل إلى المعمل ولازم يبقى معمل جيد وما فيش مانع أن ننكرر التحليل في أكثر من معمل وفي أكثر من مكان وله دلالة في السيدات المتأخرات عن الحمل لأنه بيحدد فرصهم في حدوث الحمل والبروتوكول اللي لازم نمشي عليه وبيقول أن التحليل لما تعمل في معمل كويس هنحصل على نتيجة سريعة في عدة ساعات ولما تكون المخزون قليل ده مش معناه أن السيدة لن تحمل لكن معناه أن احنا لازم ننجز في الوقت ولا ندع الوقت والعمر يمر لأنه يقلل المخزون وتذكر أن الوقت يداهمنا في السيدات اللي مخزونهم قليل ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار هكلم حضراتكو على طريقة أكثر تطورا في شرح الكلام عن المخزون بس عشان ما نعطلش الناس المنتظرين على التليفون فناخد أول اتصال تليفوني في حلقتنا النهاردة بعد إذنكم تفضلي يا منال السلام عليكم وعليكم السلام أهلا بحضرتك بص حبتك أنا كانت أخر دورة 12-10 كويس فأعملت تحليل الحال كان 2120 ده بتاريخ كامل ده كان بعد غياب الدورة بحوليه 3-4-20 2-16-10 سبتاشر حداشر سبتاشر حداشر اوه ايوه بعدين قررته كان 4000 وحاجة يعني ايوه بعدين روحت كشافتي فالدكتور قال لي ان جام بكيس الحمل في تنمى دم وارد دم اوه وارد ايوه فهو انا نظر علي تبدئات الحمل يعني دم مرة واحدة او مرتين بسيط او بجنة ايوه فهو الدكتور قال لي حنمشي على الليلات والمسبكات وحنسيبه يعني فأنا مش عاصة بحضة فأل حضرتك يعني ايه يعني ايه تجمع دموي جنبك في الحمل حضرتك اللي ابدى مني انه يشرح لحضرتك ده الدكتور اللي كان بيعمل لحضرك الصنار طيب ماشي حضرتك فانا بتراصب حضرتك من التلفزيون لان انا مش سوع حاجة من التلفزيون قوي تمام حضرتك بتسأليني يعني ايه تجمع دموي يعني عدم ثبات لكيس الحمل لكيس الحمل وعندما يلتصق ببطانة الرحم ما التصقش التصاق جيد فحصل تجمع دموي حواليه سببه ايه لا نعرف سببا لمعظم هذه الحالات علاجه ايه مرور الوقت والالتزام بالراحة والمثبتات سيزيل هذا والحمل بتاع حضرتك ماشي كويس وقلت انه تطور وكيس الحمل زاد والتجمع الدموي اختفى وظهر جنين وظهر نب فما المطلوب اكثر من هذا 50-60-70% من الحالات اللي عندها تجمع دموي خلف كيس الحمل في الاسابيع والايام الاولى من الحمل بيختفي وينقشع بمرور الوقت ويلتأم ويستمر الحمل طبيعي تماما وهذا ما حدث في حالة حضرتك ملوش سبب محدد الاطباء في منطقة من مصر كده يوم يقولوا الستات عندك زلزلة يعني يقولوا انه هو تهزي يعني يعني عشان يحاولوا يشرحوا لها الكلام معناته ايه لكن هو كمان ده لا سبب حركة ولا مجهود ولا التعبيرات المصرية بتعشلت حاجة قيلة لكن علاجه بقى هو الانتزام بالراحة تمام بس عشان الناس بتعطى تصياد لنا الكلام اه طيب خلاص احنا كل حامل تستريح لا الراحة للحوامل ليست مطلوبة والقعاد في السرير ليس مطلوب والحمل ليس مرض والالتزام بالراحة في السرير من الحاجات اللي بتزود جلطات الساقين في السيدات الحوامل لكن اللي عندها مشكلة زي دي واحد من علاجاتها هو الالتزام بالراحة ونسبة كبيرة تلتين او اكتر من الحالات اللي تجمع الدمه حينتهي خلال ايام ولا تأثير سلبي له على الحمل زي ما حصل لحضرتك تماما معنا اتصلت بفوني اخر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله لو سمحت يا دكتور انا جيد عندكم وعملت المنزار رحمة وبطنة كان لها خمس سنين ما حملتش وبعدين طلع عندك طانت رحم مهاجري ادتني تنشيط وراح حصل حاملة لمدة اربع شهور بس ما اكتملش ونزال بعدين انت يا فندم راح ادتني تنشيط قلتين للمدة ستة شهور لو ما حصلش حاملة تلبيه الخطن المجهري ايو يا فندم انا يا فندم ما عناش فلس بوقت وانت ممشيين على سيدوباج وازبوسيد ولكتوديال يا فندم يعني انا اقصى حد لاي اني ممكن يوجد معي فلوس وعمل حد المجهري اللي هو ممكن بعد سنتيا ربنا يعيني امشي يا فندم على اسبوسيد وحمد الفوليك وسيدوباج اللي انت مدهولي ولا ممكن يحصل مضاعفات لجسمك مضاعفات لجسمك يعني امشي ولا ممشيش منش عارفة يا فندم اتمشي يا فندم مضاعفات لجسمك من العلاج حضرتك ما كانش حتى السؤال يحصل مضاعفات ليا من المرض ها يطرى المرض حينشط ولا لأ يطرى حيأثر على مخزوني من البويضات ولا لأ يطرى حيعمل الالتساقات ولا لأ يطرى حيسوأ حالة الانبيب ولا لأ يطرى حيعمل انسداد في الانبيب ولا لأ يطرى حيعمل الالتساقات في الانبيب ولا لأ فدي الاسئلة اللي انا كنت متوقع اسمعها لكن الحقيقة الحقيقة أما مريضاتنا يبحثنا دايماً لنا عن غلطات يعني هو العلاج اللي انت كتبه ده هيعمل لي مضاعفات العلاج بتاعكم هيعمل مضاعفات العلاج ده هيعمل مشاكل لكن محدش تصور وسأل إن بعد خمس سنين بصوا السيناريو كده بعد خمس سنين من تأخر حمل مجهول السبب غير واضح السبب فحد عمل منظار فاكتشف بالمنظار سبب وعالج السبب وبعد ثلاث شهور من المنظار حصل حمل وهو ما لم يحدث طوال خمس سنوات تمام؟ ولكن لم يكن هذا كله مقنعاً كافياً أن يقنع المريضة إن العلاج ده كويس وجميل وهائل وممتاز فكان السؤال العلاج ده لو مشيت عليه هيحصل لي مضاعفات فحصل حمله وانتهى بإضهاد وهذا وارد في مريضات البطانة المهاجرة والمنظار بيزود فرص حدوث الحمل لمدة ست شهور لسنة بعده وبالتالي لما حدث حمله وارتفع هرمون الحمل ده يضيف إلى تهبيط المرض وإيقاف نشاطه وبيدينا فرصة وأمل إن يحصل حمل اللي ممكن يحصل حمل طبيعي في أي وقت وبالتالي مدنا فترة العلاج لست شهور تانية بس قولنا بقى إذا لم يحدث حمل لا يجب ترك الوقت يمر لأن هذا مرض لا يؤمن جانبه وقد يدمر مخزون المبيض من البيضات وقد يطلف الأنابيب وقد 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 وبالتالي يجب التفكير في اللجوء للحقن المجهري الظروف المادية لا تسمح وإحنا مش هنقدر نعمل حقن المجهري قبل سنة أو اثنين طب نمشي على العلاج ده أخذ هذا العلاج لا ضرر منه على الإطلاق أكيد تمام لكنه فائدة تظهر أكتر في السيدات اللي هتاخد تنشيط للطبويد فإذا كنا مش هناخد تنشيط للطبويد فليس حتما أخذ هذا العلاج اللي ما فيش منه أي ضرر ولا يضر الجسم لو خدته كنت متوقع أن يكون السؤال يا ترى المرض حينشط يا ترى المرض حيعود نشاطه يا ترى المرض حيبقى له تأثيرات يا ترى المرض حيدر جسمي وأن لا يكون السؤال يا ترى العلاج حيدر جسمي لكن هذه هي صعوبة ممارسة هذه المهنة أننا نتعامل مع سيدات وأن السيدات دائما يبحثنا لنا عن خطأ فإذا حصل مشكلة فالمشكلة منك مش من المرض اللي خفي وموجود في الحوض بقى له خمس سنين ولله الأمر إن شاء الله ربنا يوفق خدرتك ويحدث حمل بصورة طبيعية في أقرب وقت دون اللجوء للحقن المجهري وهذا وارد فإذا لم يحدث يجب اللجوء للحقن المجهري ولا ضرر على الإطلاق من الاستمرار على هذه الأدوية معنا تصلت لفوني آخر وعليكم السلام ورحمة الله ماذا حضرتك يا دكتور؟ أهلا بحضرتك جبان لو سمحت حضرتك أنا عندي 34 سنة ومتجوزة بقلي 8 سنين وعندي بنوتة 7 سنين وما حصلش حمل غير مرتين بس نكملش مرة نزل والمرة التانية كان عندي أنبوبة مزدودة وكان عندي بطنة مواجرة كيس دموي فعملت منظر بطني ورحمي وشلت الكيس ومصد كلي الأنبوبة فحصل حمل بس احنا عايزين نسمع الناس الأثار الإيجابية للمنظار عشان كده لما كل ما تيجي واحدة تقول لها لعشان الدكاترة التانيين بتوعي الفلوس الكتير اللي بياخدوها اللي مش عايزين واحدة تحمل طبيعة وليه ها ما تعملش منظار خليك على حالك كده وتعليلنا بس احنا نجرب وساعة ما يحصلش يقول لها والله هو الحقن المجهري هو نسب الفشل فيه عالية ووردة طب فاندم مش كان فيه حاجة ممكن نجربها بس بري حضراتكم الاتصالات أن المنظار يفيد في بعض حالات البطان المهاجرة ويزيد فرص الحمل المهم حضرك كميلي حصل حمل وبعدها انتاب إجهار حصل حملة بس اه حصل إجهار دكتور ما تميلش قال لي ما فيهوش نبضي لازم ينزل فعملت عملية إجهار وبعدها بيقول لنا عملت تحلل الحمل رقمي لقيته بيعلى فالدكتور قال لي دي حمل اسمه حمل عنقودي اه يعني ايه حمل عنقودي يا دكتور واخدت له حقن اليازي حقن كماوي ايه حضرتك فبقى ينزل فبقى الوقتي بقى لي ثمن شهور ثانية واحدة بس ثانية واحدة النسيج اللي تشال من الحمل من التفريغ اتبعت للتحليل لا انا دخل العملية على اساس انه ايه إجهار ما هو ده إجهار ما عارفش انه حمل عنقودي غير بعد الإجهار يا فندم حضرتك بس احنا عندنا سواني بس عندنا سوق في استخدام اللفظ الإجهار يعني حمل بينزل الحمل ده بقى طبيعي لا ما هو كان تفريغ التفريغ هو إحداث لإجهار لحمل سواء هذا الحمل كان حمل طبيعي أو كان حمل مش كويس حمل كانتوش حاجة خالص وإحنا أجهدناه أو حمل مش كويس مش هيكتمل أو حمل عنقودي العملية اللي حضرك عملتيها اسمها تفريغ أو إجهار لحمل أنا ما بسألش على كده بقى بسأل النسيج اللي نزل اتحلل الإجابة لأ الإجابة لأ وبالتالي التشخيص بتاع الحمل العنقودي مش كو كان فيه تمام لكن في كل الأحوال حضرتك ختي كيماوي سواء لإن ده كان بوائي من حمل عادي لم يتم تفريغه جيدا وبدل ما نقول لحضرتك كيماوي نقول لك إنه محتاجة جراحة مرة أخرى قلنا حاجة تانية أو إن ده حمل عنقودي ولكن تشخيص الحمل العنقودي غير مؤكد في حالة حضرتك في كل الأحوال لو خدنا العلاج اللي هو العلاج الكيماوي اللي حضرتك بتقولي عليه الحؤن دي هذه الحؤن ستميت الأنسجة التي تنتج هرمون الحمل سواء كانت الأنسجة دي حمل طبيعي أو حمل خارج الرحم أو حمل داخل الرحم مش طبيعي أو حمل داخل الرحم وعنقودي في كلهم حتى عشان ما تقول ليش ما ناخدت الحؤن دي فنزرته يبقى ده أكيد كان حمل عنقودي لأ الحؤن دي حتميت أي نسيج بيطل حمل وبعد 8 شهور السؤال بتاع حضرتك إيه بقى؟ يا عايزة يا دكتور أنا كان عند البطانة المهاجرة وكيب هل ممكن ترد حدق قلت من 6 شهور لسنة فأنا بقى لي في الشهر ده بقى لي سنة حضرتك وكلكم بتستخدموا كلمة ترد متخيلين أن هذا المرض راح وانتهى تمام؟ هذا المرض تم إيقاف نشاطه ولم يتم شفاء حضرتك منه يعني إيه؟ يعني المرض موجود وسيظل موجود إلى أن يحدث حمل وفي بعض الستات حتى بعد حدوث الحمل نادرين شوية لكن حتى ده بيحصل لكن المرض حضرتك شوفي تخيلكم دايماً دايماً الجدال اللي كل يوم زي ما أحدى في العيادة قايتلي أنا كده بقيت طبيعية لأ حضرتك عندك مرض إحنا نوقف نشاطه هذا المرض مرض البطانة المهاجرة كبذرة ألقيت في الحوض البذرة دي اسمها بطانة الرحم ألقيت في الحوض أرض رمينا بذرة في أرض المفترض أن الأرض دي غير صالحة لهذه البذرة أن تنبت هذه البذرة لسبب ما نبتت تمام؟ عملت إيه؟ عملت نبات صغير ثم شجيرة ثم شجرة صغيرة ثم إذا انتشر بقى غابة وملتفة أدي تطور مرض البطانة المهاجرة إحنا لما بنخش نعمل منظاره بندي حضرتك علاج له بنعمل إيه؟ بنقص الشجر ده بنقصه نقصه 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 لحد الجدر ونوقف نشاطه ونموه لفترة لكن هذه النبتة ما زالت موجودة وما زالت وارد أنها تنشط مرة أخرى وتنتج نبات مرة أخرى وتصل إلى مرحلة الشجرة والغابة الملتفة مرة أخرى لأن الجدر هذه النبتة موجود وبالتالي هذا المرض لم يشفى ولم ينتهي ومش راح عشان يتردله هو تم إيقاف نشاطه متعارف أن البروتوكول العلاجي بتاعنا بالمنظار وأدوية بعده توقف نشاط المرض توقف نشاطه ما بين ست شهور لسنة بالمناسبة فيه ستات حيترجع لها بعد شهرين وفيه ستات حيمتد الإيقاف النشاط إلى سنتين وثلاثة واربعة وخمسة في بعض الأحيان لكننا هنتكلم على الأغلب الأغلبية من السيدات حيرتد ليهم المرض نشطا بعد تقريبا سنة من عمل المنظار وبالتالي حضرتك قد تكوني من الناس اللي حظهم كويس ويمتد الآثار التهبيطية للعلاج سنتين ثلاثة وقد تكوني من الناس اللي حظهم سيء فيرجع لهم الكيس الدمه بعد شهرين ثلاثة من الجراح وهذا لا يعيب الجراح في كل أحوال زي ما أنتو برضو بتدورونا على غلطة وبتقولوا الكلام دا لكن هذا مرض موجود تم إيقاف نشاطه كون أنه هرمون الحمل عليه بحمل طبيعي بحمل حصل إجهاض بحمل يشك في تشخيص أنه هو كان عنقودي وللأسف استهلكنا تحت مسمى التشخيص الحمل عنقودي ست إلى تمن شهور ضيعنا فيهم أعلى فترة ذهبية للمنظار لكن وارد أن يحصل حمل مرة أخرى نعم لأن وارد أن التأثيرات التهبيطية للمرض للعلاج قد تستمر لفترة وارد أن لا يحدث بعد الشر وارد وارد أن يحدث وينتهي بإضهاد وارد مرض البطانة المهاجرة مرض لا يحترم قواعد مرض يمشي بدماغه تمام؟ مهما اكتهدت وعملت كل شيء صحيح في التعامل مع هذا المرض قد ينشط في أي لحظة فالسؤال حضرتك عايزة تأخذ مني تصريح أنا كده كويسة بما أن حصل حمل ولسه عدى سنة بس من منظار فأنا احتمال أن المرض لا يرتد نعم واحتمال أن يرتد نعم واحتمال أن ينشط نعم واحتمال أن لا ينشط نعم واحتمال يحدث حمل نعم واحتمال يحدث حمل وينتهي بإضهاد نعم واحتمال أن لا يحدث حمل نقدر الله ونلجأ إلى وسائل مساعدة نعم واحتمال أن يرتد الكيس نعم فمرض البطانة المهاجرة مرض لا يحترم قواعد في الأغلب وما نقول عليه هو اللي بنشوفه في عموم الناس لكن النقطة المهمة أن هذا المرض لم ينتهي وما رحش عشان نسأل السؤال هو هيرجع لي تاني هو المرض مش نشط السؤال حينشط إمتى في الأغلب بعد 6 شهور سنة يا رب يحدث حمل ويكون طبيعي قبل كده ما فيش تشخيص حمل عنقودي إلا بتحليل هرمون حمل رقمي وتحليل نسيج نازل من الرحم معنا اتصال كليفوني آخر للأسف اتصال انقطع التاني الحمل العنقودي من المشاكل لأن الحمل العنقودي ده مشكلة الحمل العنقودي ده في الأساس علاجه هو علاج حقا كيموية لأنه ورم الحمل العنقودي هو ورم من الأنسجة المكونة للمشيمة وهو نوعين أورام حميدة وأورام بين الحميد والخبيث وأورام خبيثة ما أنت قلت نوعين لأن اللي بين الحميد والخبيث ده نسبته إليه لأبو تمام؟ وبالتالي لازم تحليل النسيج عشان نعرف ده حمل عنقودي ولا لأ تمام؟ وبالتالي لما يثبت أن ده حمل عنقودي لازم ناخد علاج كيموي ونمنع الحمل لفترة ما بين 6 شهور لسنتين على حسب ارتفاع هرمون الحمل وقصة كده معنا اتصال تليفوني آخر اتفضل ألو السلام عليكم وعليكم السلام لو سمحت يا دكتور أنا معي والدتي كان بتجي لها الدارة كل 15 يوم سنها كم سنة يا حبيتي؟ اللوحة حالية عندها 44 سنة كده 44 سنة تفضلي وبعدين تدخم في عضلة الرحم وهو ما يصف الأطباء بلفظ طب تقيل شوية اسمه أديناميوزيز ده تشخيصه الإنجليزي وترجمته باللغة العربية التغدد الرحمي أو تدخم عضلة الرحم مرض يصيب نسبة كبيرة من السيدات اللي سنهم بيتعدى 35 سنة وخاصة اللي سبق لهم الحمل والولادة وخاصة اللي حمله ولده أكتر من مرة تفضل هو اللي أنا شرحته ده هو اللي حاول يفسرهورها شفتوا أنا قلت المرض اسمه إيه؟ تغدد رحمي الرحم عبارة عن ثلاث طبقات طبقة خارجية بريتون مغطي من برا وطبقة عضلات دي اللي متمثل سمك الرحم الرئيسي وطبقة اسمها بطانة الرحم المرض اللي عندها ده عبارة عن إن بطانة الرحم اللي مفروض زي مثلا السيراميك أو ورق الحائط اللي متركب على الحيط دخلت هذه البطانة إلى نسيج عضلة الرحم تمام؟ زي ما يكون الورق الحائط اللي كاسين بالحيطة دخل جوه السمك بتاع الحيطة نفسها فبيهيج عضلة الرحم ويحصلها تدخم فهو اللي قال هلها ده هو شرح بالضبط اللي أنا قلته التغدد الرحمي الرحم عبارة عن عضلة لا توجد بها غدد غدد بطانة الرحم دخلت إلى عضلة الرحم فابتدت تدخم عضلة الرحم لأنها متهيجة منها وبتدت تنزف دم وقت الدورة داخل عضلة الرحم فيحصل للستات دول ألم شديد مع الدورة ودورة شديدة غزيرة وعلى فترات متقربة وللأسف الشديد أن هذا المرض ينجح علاجه الدوائي في تلت الحالات فقط كميلي بقى تفضلي لو سمحت دكتور إحنا صراحة سكتنا وخوفنا فإحنا قلنا يعني نودوها دكتور أورام لا يا فندم هي ما عندهاش ورام فإحنا قال لي يا أمير اللي محسنينكم أن انت تعملوا شعر ثلاثية الأبعاد فعملنا رح قال لي مش موجود ولا ورام ولا أي حاجة خلص أيها هي ستي حضراتكم اللي توجهته غلط ودكتور الأورام حيقرأ الأشعة مش حيفهم اللي فيها إيه اللي فيها ده مش ورام عشان يتكلم فيه دكتور الأورام اللي فيها ده تضخم في عضلة الرحم وده حاجة مش ورام هو صراحة إحنا لو سمحت إحنا وناولénom يعني لو حاضرتك يا دكتور ممكن أن تحاولني على الدكتور النساء يعني كان إحقالي يا مش محتاج للدكتور النساء أو أي حاجة لا يا فندم يا مش محتاج للدكتور النساء معاها يعني يام طبع مع الدكتور نيسا قالها انت ممكن تعملي عملية تفريغ وبعد كده ناخد العينة ونودوها تتحلل ونشوفه بعد كده ما اسمهاش تفريغ اسمها كحتل ان التفريغ يتم لما كان رحم حاملا شيء اسمها كحتل بطنط الرحم وشتان الفارق اسمها كحت عشان ناخد عينة من بطنط الرحم التي لن تظهر اي شيء فلما تطلع التحليل العينة طبيعية ما تجيش تقولي لي الله طلعت طبيعية لان المشكلة في عضلة الرحم زي ما انا شرحت لحضرتك وحضرتك مش قادرة تسمعيني تمام ممكن نستخدم النموذج ده ممكن نقطع عليه ممكن نقطع عليه ممكن نقطع عليه الكنترول تمام ده الرحم الرحم عبارة عن غشاء خارجي وعضلة وغشاء داخلي ولدت حضرتك مشكلتها في عضلة الرحم لما هنعمل كحت بنعمل كحت للبطانة بتاعت الرحم فالبطانة بتاعت الرحم دي لما نكحتها مش هدين حاجة خالف هتطلع طبيعية انا بقول لحضرتك او لان المشكلة في العضلة والعضلة دي ما بنوصلهاش بالكحف فاللي عند والدة حضرتك ده لا يرى الا بصنار دكتور الاورام بعتها تعمل صنار فرأى كده ان عضلة الرحم سمكها اربعة سنتي وطول الرحم سبعة سنتي فهو بالنسبة له المقاييس دي هو مش فهم من فيها حاجة لكن مش كتبين له ان فيه ورم فقال لكم على فكرة ما عندهاش ورم هو حد قال ان عندها ورم ده انتوا اللي قلته انتوا اللي قفتيته خدتوا خطوة كده لقدام دي عندها تضخم في عضلة الرحم وهو ليس ورم فبقال فرق بين الاورام والتضخم ان الاورام فيها ثلاث صفات بمرور الوقت والعمر هتفضل تجبر اتنين ستضغط على اللي حواليها وتؤثر عليه هنا بقى المرض ده يفتقد لديه عشان كده ما هواش ورم ما بيضغطش على حاجة بقصرش على حاجة تلاتة انه لا يعالج اللي جراحيا برضو تغدد الرحمي او تضخم عضلة الرحم لا علاج دوائي لهوة ما عندناش علاج يعالج التضخم بطاعة عضلة الرحم احنا بندل السيدة دي ادوية عشان تحسن النزيف والدورة الكتيرة اللي بتيجي على فترات متقربة وبتيجي بكمية كتيرة وبتيجي بقلم شديد وبقلم في ظهرات ينجح هذا العلاج في تلتة الحالات حلو جدا وتلتين الحالات لا ينجح وقد تحتاج الى جراحة لاستقصال الرحم رغم ان ما فيوش ورم ها ودكتور الاورام ما هواش ده منطقته ودكتور الاورام اللي قال ما تروحش لدكتور نيسا هذا تزيد من الزميل العزيز طبعا فهو الحقيقة يجب ان يفتي في تخصصه فقط لكن حديثا اتوجد علاج اسمه اللولاب الهرموني او الميرينة اللولاب الهرموني ابتدنا نستخدمه في الحالات اللي ما بتستجبش لعلاجات الدوائية او احيانا حتى ما نجربش لعلاجات الدوائية علاجات الدوائية دي علاجات هرمونية فيه ستة ضغطاء عالي فيه ستة سكرها عالي وزنها تقيل فبالتالي مش مستحب او لعلاجات الهرمونية فقالوا ندي اللولاب الهرموني طب ما اللولاب الهرموني ده دكتور هرمون برضه لا اللولاب الهرموني بينتج هرمونات تعمل على بطانة الرحم والرحم والحوض ولا تأثير لها على عموم الجسم فلما بتدنا نستخدم الميرينة او اللولاب الهرموني كاسلوب حديث لعلاج التغدد الرحمي مرة اخرى هو لا يعالج التغدد الرحمي ولا ينهي المشكلة لكنه يقل الأعراض فلما استخدمنا اللولاب الهرموني او الميرينة ابتدى ينجح في علاج ما بين تلتين ما بين نصف لتلتين الحالات فنسبة نجاحه بقت أعلى ونسبة الحالات اللي تحتاج لجراحة لاستقصال الرحم بقت أقل لكن في النهاية العلاج الوحيد الذي يونهي هذه المشكلة واستقصال الرحم لكننا لا نلجأ له بداية ولا نلجأ له من أول محاولة ولا نلجأ له إلا بعد فشل لعلاجات الدوائية والعلاجات الدوائية لا تعالج التضخم عشان لا تقعدوش تقولوا مدام الفكر والدماغ كده هتاخدوا عليك ستة شهور وبعدين تروح للدكتور ويقول لك الله ده التضخم لسه موجود وحضراتكم فاكرين ما فيه دواء هنديه يدوب عضلة الرحم اللي تضخمت لا مش هيحصل احنا بنعالج الآثار الأعراض التأثيرات بتاعة تضخم عضلة الرحم لكن تضخم عضلة الرحم في حد ذاته حاجة وحيدة اللي تنهيها أنك تستقصر الرحم لكننا لا نلجأ لده بداية وإن كان ده نسبة كبيرة من العينين قد تلجأ له نهاية ولا يتم كل الأطباء يعرفوا الجملة دي الجملة دي من دهدرسها في كل الطب لا يتم التأكد من تشخيص الأدنويوزس إلا في حالة واحدة أنك تستقصر الرحم وترسله إلى التحليل البيفولوجي أما ما قبل ذلك فهو كله مرجح واللي قاله دكتور النسا كلام ممتاز وهو رجل هايل واكتشف المشكلة وشرحها لحضراتكم ببساطة وتعامل حضراتكم مع المشكلة يثير الشفقة معنا اتصال تلفوني آخر اتفضلي يا فن اتفضلي احنا سمعينك وحضرتك اتفضلي عليكم السلام عليكم السلام حضرتك مصرة تسمعينها من التلفزيون لو سمحت ابعدي عن التلفزيون اسمعوا بالتلفون بس لو سرحك معي ما تبني حملت وحمل عنقود دي بس لحد الوقت دي لها ثلاثين ما حملش طيب هو الحمل العنقودي اللي عندها اكتشفوه ازاي عالجوز ازاي وقالولها ايه اسبابه وقالولها تعمل ايه بعد كده ممكن حضرك تقول لنا كده اتفضل 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 ورحت الدكتور العمالات لعملت اتفضل واجهد حمل عنقودي بناء على ايه قال ان ده حمل عنقودي عمل تحليل الهرمون الحمل الرقمي ايه وعملت طلع كام اتفضل 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 ايه الفحوصات اللي اتعملت لتأخر الحمل يعني جزها مثلا حلل لا انا حللت جزها ليه بس ايه ايه اللي حللت ده ايوه ليه ليه لما انا متأكد انك هتقولي كده ليه جزها ما حللش يعني ايه ما قالنا ما حدش قال للدكتورة ما تقلش حلل ولا حاجة طب يا فاندم بزمتك كده الدكتورة طبعا ما قالتش لان ده غلط لكن بزمتك انت هي هتحمل لوحدها طب هي حملت قبل كده اذا كان اللي حمل قبل كده ما يحللش وهي يحلل ليه دكتور ما حملت منه قبل كده الردود اللي بنسمعها طب ما هي حملت قبل كده ايش معنى هي اللي بتروح لدكاترة هو لا ما عارفت ايه اجل المشكلة عندها هي احنا مرة طب ايه بقى المشكلة اللي هي عندها هي ايه المشكلة اللي عندها هي مدام قالوا المشكلة برشام الف لا لا ثانية واحدة ما فيش حاجة اسمها برشام الف وبرشام الفين حضرتك الوقتي كعادة المصريين الطيبين اللي بيروحوا لدكاترة وبيعخرجوا ومش فاهمين القصة ايه بسألك هم قالوا عندها ايه فبتقولولي اديوها كذا انا بسأل حضرتك التشخيص ايه المرض ايه انتو بتعالجوها من ايه يا دكتور هي متأخرها في الحمل ايه يا امي يا امي تشخيص المرض بتاع مرات ابنك ان متأخر شوية حضرتك قلتلي كده كان عندها حمل عنجودي والوقتي متأخر شوية تشخيص المرض المرض اللي عندها اسمه متأخر شوية في مرض اسمه كده حضرتك عشان مش عارفت جاوبي على اسئلتي بترجعي تاني تحكي اللي حصل بتقولي على فكرة دي كويسة دي حملت من اول شهر ايوة دي كانت كويسة كانت كويسة بدليل انها حملت اول شهر النهاردة اخبارها ايه ما حدش عارف ما بتحملش ما حدش قال لحضراتكم ان عملية التفريغ اللي هي بتعملها دي قد تحدث التصاقات داخل الرحم ولا التصاقات داخل الرحم قد تعوق الحمل ودي لا تكتشف اللي بقى شعب السبغة اللي ما حدش طلبها او بصونار مهبالي سلاسي الابعاد مع حقن محلول ملح اللذي لم تسمعوا عنه ما حدش قال ان الستات اللي بحصلوهم حمل عنقودي اذا كان دا حمل عنقودي سببه الرئيسي خلل في عوامل الوراثة في البوايضات بتاعتها وان دا ممكن يحدث لو الستة دي مخزونها من البوايضات قليل وما حدش وانا مستعد احلف طلب تحليل بتاع المخزون المبيض من البوايضات انا مستعد احلف على دا مستعد اقسم على دا لكن هذا ليس طبا اللي هي متأخرة شوية دي دا مش طب لكن الطب اسمه طلبوا تحليل لجوزها وقالوا تحليل السائل منو بتاعك حصل فيه شوية ضعف في الحركة خد علاج طلبوا تحليل الهرمونات لا هرمون اللبن عالي ادوها علاج لهرمون انا كل اللي بقولوا دا لا يمكن يكون الطلب والدكتورة بتحط الصنار على بطنها وتعمل لها كده لا انت حلوة وحتجي للشهر الجاي حامل وكل الدكات طب هي متأخرة ليه متأخرة شوية ما تستعجلوش الموضوع مسألة وقت فاللي يقولوكوا كده يقولولو هو التشخيص بتاعها اسمه مسألة وقت هو المرض اللي عندها اسمه متأخرة شوية هو الصنار من البطن بيبين اي حاجة في امراض نسا هو مش فيه حاجة اسمها تحليل لهرمونات هو مش فيه حاجة اسمها تحليل للسائل المنوي هو مش فيه حاجة اسمها تحليل لمخزون المبيض من البويضات هو مش فيه حاجة اسمها اشعة بالسبغة انا مستعد احلف ان كل ده ما تعملكوش وحلفاني صادق وبالتالي مفيش تشخيص لكن ما بيدوها علاج يا دكتور ده بيدوها البرشام الألف وبيدوها شوية منشطات ايو يا سيتي بيدوها علاج لا يا دكتور ما بيدوهاش علاج لا 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 مش علاج ده منشطات لكن المنشطات دي تصرف من محل البقالة وبالتالي هي ليست علاج لا يا دكتور فهو اصلي دي مش دواء مش مرض دي منشطات دي مساعدة ده بيزقها زقة ده بيدوها ايه الدكتور بيقول لنا كده احنا بنعمل لها ايه وكل شهر يقول لنا حتيجي الشهر الجاي ايه حامل بس ما بيحصلش لا ايه ولا ايه لان ما فيش تشخيص لان مهنة تأخر الحامل دي مهنة منطقية تماما وفيها سلم متدرج من صعود الفحوصات تعم ما فيش تشخيص هو بالتالي مش قادرين نحكم طيب هو احنا فاضل انا عارف ان فاضل معانا فيديوهين وال الخبر مش هناخد الفيديو رقم اثنين هنخليه الحلقة القادمة ده واحد الفيديو رقم تلاتة مدته قد ايه طيب في حد معانا على اتصال طيب نشوف الفيديو رقم تلاتة قبل بس ما نشوف الفيديو ده نقدم له عشان السيدة المتصلة وانتو طلباتكو غالية جدا عليها اللي اتصلت السحلقة قبل الماضية وقالت يا ريد حضرتك تعرض لنا يعني ايه المشاكل بتاعة المشاكل التشريحية في تكوين الرحم والرحم زقرنين والحاجز الرحمي والرحم زقرن واحد ودي منطقة صعبة في شرحها ويتجنب اسادزة وكبار اسادزة النساء اللي هم يشرحوها للاطباء لان فهمها صعب فاحنا هنحاول نبسطها ونخلي الموضوع كده سهل وسالس جدا تتكون الاجهزة التناسلية الداخلية للسيدات اعني الرحم وقناتي فلوب واعلى المهبل من قناتين بيتخلقوا في جسم هذه السيدة وهي جنين في رحم امها ما بين عشرة لاثناشر اسبوع في نهايات الشهر التالت تظهر قناتين في جانباي البطن يمين وشمال اسمهم باروميزونافريك داكت او سمية باسم الرجل اللي سماهم ميلاريان داكت القناتين دول يبقوا ماشيين كده يمين وشمال التجويف البطني دول اللي هيكونوا الاعضاء التناسلية للانسة والقناتين دول هيقتربوا من بعض وزي ما قلنا السلس الاعلى منهم يفضل منفصل فيكون قناتين فلوب السلس الاوسط يتصل ببعضه وينتفخ فيكون الرحم ويبقى في حاجز منهم اللي هي منطقة الالتقاء بتاع القناتين يزوب الحاجز دا بالتدريج والجزء الاسفل منه التلت الاسفل يكون منطقة اعلى المهبل الذي يقابل منطقة في الاسفل اللي هي اسفل المهبل ومنطقة الالتقاءهم يبقى فيه غشاء اللي حضراتكو عارفينه جدا انه هو غشاء البكارر اللي بيميز المنطقة الالتقاء دي حنشوف فيديو يوضح دا اكتر من المرة الفات للمرة الفات كان قصير شوية ونشوف الاختلالات بس ممكن نأجل الفيديو بعد ما ناخد الاتصال في الفوني اللي معنا اهو والله اهو على الهوى تفضلي سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ازيك يا دكتور اهلا بحضرتك بص يا دكتور انا عندي المدينة كنت حامل في شهر خمسة ايو ما كانش فيه نفض في الدينيرو كده عملية تنظيف ايو ونحدد لوقت الدورة ما جات لها من شهر خمسة اه يعني بقى لها ست سبع شهور ما جاتش دورة خالص ايو اه وهي الدورة بتاعتها العادي انها بتتأخر لا لا هي بتجي في معايتها بالضبط طيب وروحتوا لدكتورة بعد التأخير ده التأخير ما حصلش الا بعد الاجهاد ها ايو اه روحتوا لدكتورة اه ايو اه دكتورة وكتبونا على العلاج وكده وقديته ما فيش باظه وكده ما نزلش حاجة ما نزلش حاجة حست بمغسط دورة لكنها هتنزل دون نزولها اه بالضبط اه كويس اوي طب يعني بالضبط انا عرفت الكلام ده انا قاعد هنا محدش قال لكم الكلام ده محدش طلب انها تعمل حاجة اسمها اشعب السبغة لا اشعب السبغة غالية علينا لا هي مش غالية عليكم مفيش حاجة تغل عليكم دي حاجة اساسية في فحصها والاشعب السبغة دي مش غالية اوي كده طيب معلش حضرك اسمعني اسمعني بقى من خلال التلفزيون بعد اذا سيدة كان عندها دورة منتظمة كويس وبعدين حصل حمل وانتهى باجهاد وبعد الاجهاد تم عمل تفريغ من وقت يوم التفريغ ما حصلش دورة تاني خالص ولعدة شهور وشهور طويلة وفي محاولة لاحداث وسدرول بليدينج سحب للدورة بعلاج هرموني ولا يستجيب هذا مثير للقلق جدا 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 لوجود مشكلة اسمها التصاق في الرحم حصل بسبب الجراحة اللي اجريت الرحم الطبيعي عامل زي شوفوا التمثيل كده معلش كده رغيف العيش الحلو اللي طالع من الفرن قابب ولوه وش وضهر فالرغيف ده في انتفاخ وتقدر تفتح الرغيف ده تحط جواه حاجة فيتحول الى سندويتش يبقى حاملا لحاجة تكلها اهو الرحم الطبيعي له جدار امامي وله جدار خلفي والجدارين غير ملتسقين ببعض ويمكن ان يضع داخلهم شيء اسمه حمل طيب فاذا حدث مشكلة نتيجة لتدخل جراحي داخل الرحم انتصق الجدار الامامي للرحم بالجدار الخلفي للرحم تحول رغيف العيش ده لزي رغيف العيش اللي حضراتك تروح الفرن وترضاش تشتريه اللي المصريين يقولوا عليه ده رغيف مسحول او دوشه لازق في ظهره ها ما يعرفش ايه ده اصلا لما اخدوا حكله ازاي ده ما عرفش افتحه وحطه جوا حاجة عشان يبقى سندويتش ده يتاكل ازاي اهو الرحم اللي حيحصل فيه التساقات هيبقى كده وبالتالي مفيش حاجة حتدخل جواه مش هيحصل فيه حمل واذا كانت للتساقات دي شديدة قد تمنع الدورة والتاريخ اللي حضراتك بتحكوه السيناريو ده مثير للقلق جدا دورة كانت منتظمة انقطعت تماما لانقطاع بعد عملية الكحت احيانا يحصل ضعف في بطنت الرحم وضمور يعالج ده علاج هرموني اتخذنا علاج هرموني لمحاولة علاج المشكلة دي لو موجودة وانزال دورة وما نزيتش وكان بيجي لها المغص بتاع الدورة تخلص البرشام بيجي لها المغص اكيد ان الدورة هتنزل ومش حاجة تنزل خالص ده مثير للقلق جدا لو معناش اتصالت لفوني ناخد الفيديو رقم ثلاثة قبل ما نشوف الخبر اللي هنختتم بيه الحلقة لو معناش اتصال شوف الفيديو ده فيديو لشرح عملية تكون الاجهزة التناسلية الداخلية للسيدات بيحصل الكلام ده في عمر 10 اسابيع حمل وينتهي الحاجز ويبقى فيه رحم طبيعي وانبوبتين واعلى المهبل فيه عمر 20 اسبوع يعني في الحياة الجنينية ما بين الشهر التالت للشهر الخامس تتكون الاجهزة التناسلية الداخلية للاناس اللي هو نعني قناة فلوب والرحم واعلى المهبل وتتكون من قناتين اللي لونهم بنفسي دول اللي اسموهم ميلياريان داكت اللي بيقتربوا من بعض ثم الجزء الاعلى منهم يظل منفصلا ويظل مكونا القناتاي فلوب والجزء الاوسط ينتفخ ويتمدد ويكون رحم والحاجز اللي داخل الرحم يزوب بالتدريج ثم الجزء الاسفل منهم يكون الاعلى المهبل دا رحم انقسم اقرب من بعضه وده بالحاجز بس تفضل اسمه رحم زو قرنين دا رحم زو قرن واحد واللي على يمين الشاشة دا القرن الاخر الرحم الاخر اللي كان مفروض يتكون وضامر وده رحمين اقتربوا من بعض ولم يلتصقوا ببعض وكل انبوبة منهم انتفخت وكونات رحم فده اسمه دابل يوترس او يوترس زيدلفس او رحم المزدوج وده رحم قرب من بعضه والحاجز فضل موجود وما دبش فده اسمه حاجز رحمي وقد يزوب جزء من الحاجز الرحمي ويظل لجزء فاسمه حاجز رحمي غير مكتمل واللي قدامنا ده حاجة اسمها أركوتيوترس ذاب الرحم تماما الحاجز تماما لكن منطقة اعلى الرحم مكان الاتصاق الحاجز فضلت فيه انغمات في مكانها وأحيانا لا تتكون قناة فالوب على الإطلاق أنا أسف قناة ميليريان على الإطلاق وبالتالي لا يبقى فيه قناة فالوب ولا فيه رحم ولا منطقة أعلى المهبل زي المنظر اللي قدام حضراتكم ده تجويف الحط على السيدة فارغ تماما مفيش فيه أي أعضاء ودي حالة اللي قدامنا بقى على الشاشة اللي على شمال الشاشة باي كورني تيوترس رحم زو قرنين اللي في النص رحم بحاجز رحمي اللي على اليمين رحم أركو تيوترس اللي يصف الأطباء نرحم على شكل قلب أو انغماد في منطقة أعلى الرحم من داخل التجويف الرحمي الرحم زو قرنين بيبقى فيه كلفت بيقى فيه فاصل بين انتفاخي الرحم الرحم اللي فيه حاجز من برة بمنظار البطن لما نراه خارجيا نلاقيه طبيعي أما بالمنظار الرحمي من الداخل نلاقي حاجز والأركو تيوترس يعتبره الأطباء إذا فرايتي جزء من الرحم الطبيعي لكن دي التغيرات برضو هشرحها بس واحدة واحدة وحلقة وحلقة كده حد ما ندركها لأنها منطقة صعبة وخلافية شوية عشان نوضح لحضراتكم المعاني ايه بالصور وحنهدي ونبطأ سرعة الفيديو شوية عشان نقدر ناخد وقتنا في نشرحه وأن حضراتكم تدركوه ده المنظر بتاع الرحم والتغيرات التشريحية للرحم اللي موجودة في نسبة ما بين خمسة إلى خمسة وعشرين في المئة من السيدات ونسبة هقول لكم برضو النسبة دي وايد رينج يعني نسبة واسعة والأطباء دايما يعترضوا على الكلام ده الكلام ده هشرحه وفصره بتوالي الحلقات في فيديوهات قادمة لو فيه اتصال تلفوني معانا ناخده قبل ما ناخد الخبر اللي هنختتم بالحلقات لو فيه تصال تلفوني تمام والاختلالات الرحمية دي زي ما قلنا دي نتيجة الرحم بيتكون من قناة ميليريان فدي اسمها ميليريان دكت أب نورماليتي التغيرات في قناة ميليريان والحالة اللي لا يتكون فيها لا رحم ولا قناة فالوب ولا أعلى المهبل دي حالة مش هيجيلها دورة مش هيبقى فيه دورة مطلقا ولما نيجي لهذه الفتاة اللي جبهالنا في سنة 14-15-16 سنة لها فتاة مكتملة الأنوسة عليها كل الظاهر الأنسوية وعندها سدي وشعر للعانة وشعر للإبط لكن ما فيش دورة وإذا الدناها أي علاج لمحاولة إنزال دورة مش هتنزل دورة لإن لا يوجد رحم وبالصنار وبالرنين وبالمنظار يتأكد عدم وجود رحم لأن حصل ميليريان دكت إجينيسيز القناة ميليريان لم تتكون على الإطلاق وهي حالة لها اسم عجيب وطويل يعرفه أطباء النسا الماير ركتناسكي كاستر هاوسر سندروم اسم العلماء الألماني الثلاثة اللي مترصصين واربع ضدوكي كل واحد وصف جزء من الحالة حالة عدم تكون قناة ميليريان وعدم تكون لا قناة فلوب ولا رحم ولا أعلى المهبل ولا يوجد أمل في حمل لهذه السيدات ولا النتيجة دورة بأي وسيدة للعلاج إلا إذا اخترع زرع الأرخام يعني يا رب يحصل ده قريبا معنا اتصال تليفوني قد يكون أخير وبعده ناخد الخبر المفاجئ اللي معنا اتفضل يا أستاذ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ازيك يا دكتور أهلا بحضرتك حضرتك ركز معنا في التليفون بسيوك من التليفزيون اتفضل طبيا الدورة لسه مجدهاش يا دكتور تعمل ايه ولا وحضرتك ما سمعتنيش وانا بقول ان السيس دي فيه قلة ان يكون عندها الاتصاقات داخل الرحم وان لازم تعمل أشعة بالسبغة فقمت ايه للأشعة اللي بالسبغة لا دي غالية لا ماينفعش أشعة عادية ماينفعش دم عليها بس مش راضي ينزل ما انا عارف ان الدم عليها بس مش راضي ينزل عارف كواس قوي تعمل احنا قلنا لحضرتك ايه اننا بنشك ان فيه ايه ان فيه التصاقات داخل الرحم واني دي لا تكتشف قال لب ايه قال لب أشعة بالسبغة كلمة كلمة واحدة لكن هذا طبع مريض مريضتنا هذه مهنة الحقيقة يعني الحمد لله طيب الخبر الحواري لحضراتكو ده خبر من موقع من المواقع العربية ومن المواقع المصرية ومن المواقع الاخبارية وليست المواقع العلمية في البرنامج ده ولسنوات واشهد الله كنا بمتكلم على عقار الميتفورمين اللي اولى اتصال حلقتنا النهاردة واحدة بتقول اخد الدوة ده ولا حيتعبني شيري الخبر ثواني وقلنا ان الدوة ده له اهمية وفي حلقة عملناها عن اهمية عقار الميتفورمين في مريضات تكايص المواقع عموما وفي الباحثات عن الحمل حصوصا لانه يحسن من جودة البوايضات وهو ليس دوة للتخسيس ولا بيخسس ولا الدوة اللي اسمه سيده له على الاطلاق ومفيد جدا في الباحثات عن الحمل وخاصة في المتكيسات تمام دي الفوايد اللي قلنا ومن حلقات سابقة قلت لحضراتكم انه تم اكتشاف ان هذا العقار والالتزام بي في المريضات المصابات بفيروس كورونا يقلل من الاصابة بالمرض ويقلل من مضاعفاته ويقلل من نسب الوفاة وحنشوف الخبر ثبت تماما هذا ببحث علمي موسق والخبر منقول لحضراتكم وموجود قدام حضراتكم وعلى موقع من المواقع الاخبارية المصرية دواء للسكر يمكن ان يقلل من خطر الوفاة من فيروس كورونا وده بعد بحث مستمر على مدى تقريبا ست شهور اثبت تماما السبات ان مرضى الكورونا المصابين بهذا المرض اللي كانوا بيتناولوا عقار المتفورمين لانه بيساعدهم في علاج السكر بتاعهم وبيخفضش السكر وجد ان المضاعفات فيهم اقل ونسبة الوفاة اقل بوضوح وان هذا العقار له تأثيرات ايجابية جدا في من يستخدمه عندما يصاب بهذا المرض وكل يوم يكتشف فوائد لهذا العقار وللأسف الشديد ان اول اتصال في حلقتنا النهاردة كان انا لو مشيت على الدواء ده يتعبني ويدرني ولكن يجيء الرد بهذا الخبر ان هذا العقار يفيد جدا ولا يضر ويقلل من نسب الاصابة والوفيات من مريضات الكورونا والخبر موجود قدام حضراتكم وحنقول الموقع اللي موجود عليه هتلاقوا الموقع موجود على صفحة البرنامج بعد دقائق الخبر والموقع واللينك له فلا نقول الا حقا ولا نقول الا علما وهذا معهدنا نفسنا عليه كل السيدات وكل الانسات كل الامهات وكل البنات للأسف كالعادة الوقت مر بينا ارجو نكون بالبشرى وبالعلم والمعلومة الصحيحة جينا وزي ما بنسعد ونستفيد بحضراتكم كونوا بتسعدوا وتستفيدوا وتسقوا فينا وبإذن الله اجيلكم في معادي بلا تأخير حاملا لكم ولكل سيدات الوطن العربي يا رب دايما 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 بوشوا بخير الحملة نعمة وقايا محتاج منا لرعايا الصبر ما تعبو هتهول ايه الوطن بتحل بتحل التل